وللمزيد ينضم إلينا من القاهرة دكتور أيمن الرقب القيادي بحركة فتحة الفلسطينية أهلا وسهلا بحضرتك على شاشة القاهرة الإخبارية يعني رأينا إسرائيل وهي تؤكد أن الهدف المعلن هو القضاء على الفصائل الفلسطينية فيما كانت ضرب بالكامل موجه للمدنيين والأطفال برأيك ما الذي ترغب إسرائيل في تحقيقه؟ بداية أن تحيات الأختي الكريمة وكل سيدات وصادة المشاهد المتبعين الكرام يعني الاحتلال منذ اليوم الأول هو طبعا الحرب على غز قبل 31 يوم هو رفع صقفه بشكل كامل لأن هذه الحرب ستوفضي إلى القضاء على المقاوم بشكل كامل في قطاع غز اليوم بعد 31 عامل نرى أنه بنك أهدافه 75% من الشهداء حتى دل لحظة هم من الأطفال والنساء وهذا يعني أن بنك أهدافه لم يكن المقاومة لأنه حتى دل لحظة لم يصل إلى الدخول باشتباك مباشر وعميق مع المقاومة اليوم ونحن نشاهد الخريقة التي تم نشرح حتى في المواقع العبرية على المناطق التي سيطر عليها الاحتلال في مدينة غز خاصة أنه اليوم فجر اليوم أعلنه بالفعل تمكن من فصل غز شمالها عن جنوبها بشكل كامل من منطقة نتساريم والسيطرة بشكل كامل والجيوب التي سيطر عليها كما تابعنا جيب من ناحية الشمال الغربي بشكل كامل وأيضا هناك جيب آخر من ناحية الشرقية الشمالية وجيب آخر من ناحية الشمالية الجنوبية وبالتالي بس فقط هذا في شمال مدينة غز وبالتالي الآن يرى أنه الآن يبدأ في عملية تنفيذ طبعا حرب الكماش على قطاع غز بشكل كامل للوصول إلى الدخول في الأنفاق لكن حتى هذا اللحظة بنتحدث أنه اليوم 31 يوم بنك الهدفهم الأطفال والنساء وهذا يعطي الدلالة أنه إلى أين سيستمر حكومة نتانياهو إلى أين ستستمر هذه حكومة الحرب بشكل كامل حتى الأمريكان ليس لديهم إجابة بصراحة إلى متى ستنتهي هذه الحرب هل لها سقف محدد في حجم الضحايا من الجانب الفلسطيني أم لها سقف محدد في فترة زمنية محددة حتى هذا اللحظة غير معروف ذلك ولكن الهدف الذي وضعه نتانياهو والذي بضعت حكومة الحرب هي بشكل عام القضاء على المقاومة في غزة ولكن حتى الصقف الزمني غير واضح بالأمس استمعنا لوزير الحرب قال أن الحرب قد تستمر شهر أو سنة حتى التوقيت مبهم شهر أو سنة نحن بالتالي نريد أقل تقدير وانتقب مقينة القتل التي تقتل المدنيين والأطفال والنساء أن يكون هناك آلية لتجنيبهم يعني أخت الكريمة عندما يتم الحديث عن مستشفيات تقصف مدارس تقصف أماكن لجوء تقصف إلى أين سيدهب الشعب الفلسين من أحاولوا أدهاب بين الشمال إلى الجنب رأينا يقصفوا ورأينا قبل يومين طبعا أشلاوه لا الشهداء مقطع على شارع الرشيد وهو شارع يفصل بين طبعا شارع البحر كما نسميه ولكن هو شارع يفصل بين شمال غزة وجنوب غزة بشكل كامل هذا يعطي دلالة لا مكان آمن في غزة وبذلك الهدف في الاحتلال سنتحول إلى الأطفال والنساء وبالتالي لا توجد هدف واضح للاحتلال في هذه الحرب يعني اليوم هنحن نتابع حتى رؤية ثم بعد الحرب يعني حتى رؤية ثم بعد الحرب أننا سنتمكن بعد أن نحتل قطاع غزة ونعيد ترتيبها هنا نتحدث عن الجهات السياسية سنعيد ترتيبها سنولي الأمر إلى طبعا قيادة محلية في قطاع غزة حتى تتولى السلطة لاحقا إدارة الملف حتى هذه الرؤية غير واضحة بالنسبة لهم إلى أين سيصلهم بذلك لكن أهم شيء اليوم أخي وأختي الكريمة أن نصل إلى لحظة حاسمة أن نوقف هذه الحرب بشكل أبا قطاع بالتأكيد هذا هو الأهم الآن وهو أما موضوع المسار السياسي ربما يناقش يعني في قابل الأيام بعد موضوع وقف اطلاق النار طيب دكتور أيمن لو سمحت خلال الأيام الماضية سربت وثيقة عن بحث دول أوروبا خيارات خيارات لإيقاف أو إدارة قطاع غزة وهذا الحديث حول هذه الخيارات خيارات الإدارة لهذا القطاع ربما من ضمن الخيارات هو تدويل القضية أو التحول إلى إدارة أخرى ما مخاطر هذه السيناريوهات على القطاع وعلى المنطقة؟ يعني بصراحة هنا نتحدث عن مصارات سياسية بعد أن تضع الحرب أوزارها والاتحاد الأوروبي يتحدث بشكل أوبغر محاولات أن يكون بالمشهد رغم أنه المأساة بالأساسية جاءت من أوروبا للشعب الفلسطين لكن اليوم يتحدثون طبعا هم يتحدثون على الممكن خاصة بعد أن أجرت عدة جولات في المنطقة وإن كان فقط ليس بلينكين أيضا هناك اتصالات من قبل دول الاتحاد الأوروبي مع شخصيات في المنطقة ومع السلطة الفلسطينية يروا أنه بالفعل الاحتلال تمكن من احتلال قطاع غز من سيستلب منه قطاع غز لا مصر ستقبل لا الدول العربية التي تطرح عليها الفكرة ستقبل ولا السلطة أقل تقدير ستقبل بشكل علني في هذا الأمر وبالتالي لا يجد الاحتلال من يقبل منه ذلك وبالتالي عيدة فكرة طرح أن يتم تسليم قطاع غزة وليس المشروع الفلسطيني إلى الأمم المتحدة بشكل عام هل الأمم المتحدة جاهز لإستلام قطاع غزة بعد أن يكون دمر بشكل كامل نحن ندرك أنا ابن غزة أخي الكريم وأعلم ما يحدث في غزة الآن غزة تدمر بشكل كامل إعادة بناء غزة مؤسسات بناء تحتية منازل لا تحتاج إلى أقل تقدير عشرين عاما طب في الفترة التي سنعيد بناء غزة أين سنذهب بسكان قطاع غزة الآن جزء منهم يتم تجميعه في بعض المستشفيات والمدارس وبعض أماكن اللجوة هل هذا الأمر سيكون بسهل؟ بالتأكيد سيكون صعب والاتحاد الأوروبي يدرك أن الأمر لن يكون سهلا حتى فكرة طرح أن تتولى الأمم المتحدة إدارة ملافقات هذا الأمر لن يكون سهلا لذلك أنا أعتقد حتى المستقبل هو مستقبل مجهول في هذه القضية على الصعيد السياسي وعلى الصعيد المداني اليوم حتى على الصعيد المداني هل الاحتلال حسم المعركة؟ الاحتلال الواثق أنه بالفعل سيكسر المقاومة وبالتالي سيكون بكل سهولة حماس والمقاومة خارج الحسابات لأنه كما أشرتنا في تقرير اليوم في دعوة أحرنوت يتحدثوا أن حماس خارج الحسابات سنأتي بحكومة محلية تدير هذا الأمر هذا يختلف عن رؤية الاتحاد الأوروبي وهو يتحدث عن ضمن الخيارات خيار محلي إجراء انتخابات محلية لكن بالتأكيد هذا الأمر الذي يكون بكل سهولة هم يتعاملون أن هناك قطيع وليس شعب فلسطيني يستطيع أن يغير كل هذه المعادلة وللأسف الشديد ولا لم يتعلموا من تجرب 95 عاما من الاحتلال 75 عاما لم يكسروا شوكة الشعب الفلسطيني قتلوا ألاف من شعبنا الفلسطيني لكن لم يكسروا شوكته الآن هم يصنعوا قرهية عميقة داخل الشعب الفلسطيني وبالتحديد في غزة هل هذا سيفضي لبناء بكل سهولة دولة مدنية في غزة أو كيان مدني في غزة يستطيع من خلاله أن يمرروا ومن يردونهم واهمون وحتى الاتحاد الأوروبي واهم والولايات المتحدة الأمريكية واهم الأمر لن يكون صعبا الأختي الكريمة يكفي أن نقول أنه في حتى هذه اللحظة نتحدث عن أكثر من 1095 أسرة بقى منها فرد غير الأسرة التي شطبت بشكل كامل هو ألاء الألف قال تخدير إن طبعا استمرت الأمور على هذا الحال والاحتلال استمر بشكله الحالي بعد 20 عاما هذا الطفل الذي بقى من هذه الأسرة سيكون شابا وسيكون لديه مقدرة بالألف حالة أن يكون نوال لمن يزعج الاحتلال أكثر مما حدث في 7 أكتوبر بالتالي مطلوب أن توضع معالجة سياسية شاملة يمكن بالأمس الرئيس بازن قال لبلينكن نحن نجاهزون أن نسلم غزه لكن ضمن مشروع سياسي كامل وهذا الأمر أيضا به مغامرة كبيرة جدا حتى على سمعة السلطة في هذا الأمر ولكن إن كان هناك ولابد مشروع سياسي كامل من ضمنه قيام الدولة الفلسطينية قد يكون هذا مقبول لكن مرة أخرى نعود لفكرة غزة وإدارة غزة والأخير أنا أعتقد هذه فقط مغامرات لا تسمن ولا تغني من جوع نعم دكتور أيمن تصريح وزير التراث الإسرائيلي اليميني المتطرف إلياهو بأن استخدام قنبلة نووية هو أحد خيارات القصف على غزة على الرغم من أنه لاقى رفضا واسعا داخل الحكومة الإسرائيلية واستهجنته ورفضته أيضا الأوساط العربية بل والأمريكية أيضا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمان نتنياهو الذي وصف التصريحات بأنها منفصلة عن الواقع واكتفى بتعليق مشاركة هذا الوزير مؤقتا في اجتماعات مجلس الوزراء كيف ترى احتمالات إقالته في خطوة قادمة خاصة وأن دوائر السياسية في إسرائيل طالبت بإقالته مثل زعيم المعارضة وزعيمة حسب العمل يمكن طبعا عم ميكايل يهو كشف طبيعة هذا الكيان وتحدث بصلاف ووضوح في هذا الأمر غزة أخت الكريمة دكت بـ 26 ألف طون من المتفجرات في خلال 30 يوم هذا الحجم بتقديرات نيويورك تايمز تتحدث عن قنبل ناوية ويزيد ضربت بها غزة وبالتالي هو الآن هو تحدث بشكل واضح أن غزة تحتاج إلى قنبل ناوية لإنهاء كل السكان قبله تحدثت أيضا زميلته في نفس الحزب عطسما يهودية اللي هي فوغيل تحدثت أن لا يوجد بريء في غزة وقتلهم مصرح بشكل كامل طب محللين سياسيين على وكلات التلفزة الإسرائيل المختلفة تحدثوا أن لا يوجد بريء في الشعب الفلسطيني أطفالهم ونساهم وشيوخهم يجب أن يقتلوا طب هذا جانب طب عندما نرى أيضا آخر أيضا عميخاي عميخاي فريدمان وهو طبعا الذي يتحدث كخخام لوحدة الناحل في جيش الاحتلال تحدث لهم أن قتل هذا قتل هوالاء الفلسطينيين محلل وهذه فرصة لإقامة إسرائيل الكبرى وسنحتال غزة وسنحتال لبنان بهذه المنطقة يتحدث هوالاء هذا يعني أن ما يدور في الخفاء وفي كواليس حكوماتهم وفي مدارسهم التعليمية هي تتحدث عن قتل كل ما هو عربي قتل كل ما هو فلسطين وبالتالي بالنسبة له هذا القتل هو مشرعا بشكل كامل مشرعا في شريعته مشرعا في عقيدة وبالتالي هذا لا يأتي من فراء طب نتنياهو لا يتحدث عن نبوآت دينية تحدث عن نبوة حسقل ونبوة إشعياء ألا يستحضر الصراع الديني هل الصراع الديني سيكون يعني صراع يعطي نور للاحتلال ويزرع لهم مرود بالتأكيد أن يستحضر الصراع الديني فأن هذا الصراع الديني سيحرقه طبعا حديث طبعا عمي خاي إلياهو وزير البيئة أو وزير التراث في الإسرائيل أنا أعتقد يعطي دلالة أولا أن دولة الاحتلال تعترف أن لديها قنبلة ناوية والتي حاولت مصر في عهد عندما كان سيد عمر موسى وزير الخارجي إثبات ذلك وطلب لجنة التحقيق ورفض إسرائيل الالتزام بالتحقيق للاتحاد أو للأمم المتحدة وبالتحديد كانت في حينه الحديث عن منع انتشار الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط الأمر الثاني أن يعطي دلالة على أن حجم التطرف وصل في داخل من يرسمون السياسة داخل دولة الاحتلال بهذا الاتجاه وأيضا في نفس السياق هو قبل أكثر من خمسة شهور تحدثها يسمى ريتش في منصة في باريس أن على الفلسطينيين أن يقبلوا بخطة الحسم والتي تحدث عنها على ثلاثة خيارات إما القتل إما الهجرة إما أن يعيشوا داخل دولة يهودية بدون حقوق وواجبات هذا منهجهم هذا تفكيرهم وأمام مسمع وصمت من العالم ولذلك العالم يرى جرائم الاحتلال ترتكب ضد شعبنا الفلسطيني ولا يحرق الساكن وهذه تصحيحة قوة دلالة ربما هذا يخذنا إلى التساؤل الأهم وهو موضوع السيناريوهات المقترحة على الرغم من أن يعني الآن مثلا هناك حديث بين وزير الخارجية المصري وكذلك جوزو بوريل مناسق سياسات خارجية في الاتحاد الأوروبي والذي ثمن دور المصري الذي تلعبه الآن مصر في ظل الحديث عن ضرورة أيضا وقف اطلاق النار أو هدن إنسانية وأيضا مطالبات مصرية الآن بضرورة أن يقوم المجتمع الدولي بدوره من أجل إيقافه هذه الكارثة سماها الوزير الخارجية اليوم الكارثة الإنسانية كما سماها قبل قليل جوتيريش الكارثة الإنسانية التي تصيب قطاع غزة وأنت تتحدثت الآن عن موضوع الهجرة برأيك في الحديث عن موضوع التهجير للفلسطينيين والحديث عن عملية نقلهم إلى مناطق أخرى مركز كالينجي الوثيق الصلاة بصناع القرار في الولايات المتحدة قال إن الهدف لإسرائيل هو الطرد الجماعي للفلسطينيين أي تطهير عرقي بالكامل ما يضعنا أمام مجموعة من الخيارات وأنت تحدثت الآن عن ثلاث خيارات للفلسطينيين للعيش في فلسطين في فلسطين الكبرى أي الخيارات أقرب للتحقيق اليوم دكتور أيمن يعني بصراحة في ضل حكومة الأيمن متطرف الأصراع يدهل مرحلة أنا أعتقد أعلاها في هذه المرحلة أنه نجحوا في تمرير مخططهم في غدز فهذا سيتطبق في الضف الغربي والقدس بشكل قطعي وبشكل نهايي لذلك الشعب الفلسطيني في غدز يرى أنه خط المواجهة الأول ومصر تدرك أن غدز يخط المواجهة الأول لهذا المشروع لذلك بصر رفضت فكرة التهجير إلى سيناء ثم عادوا مرة أخرى بين الفين والأخرى بتجميل هذا الأمر بالعكس البعض تحدث أنه دعوهم يذهبوا إلى سيناء مؤقتا وبالتالي سيكون المؤقت دائم لذلك نحن رفضنا بشكل كامل هذا الأمر أبل أمس تحدث وزير الحرب قال أنه هناك منطقة المواصي بالإمكان الفلسطيني اللجوء إليها ومنطقة المواصي هي منطقة بين خانيونس ورفح على منطقة البحر نحن معنيين أخي الكريم أولا قبل أن نتحدث عن سيناريوهات الحال تجنيب شعبنا الفلسطيني الأعزل هذه البكينة القتل ونحن مع أن تنشأ منطقة خضراء في غزة وليس خارجها أو في النقب كما طرحنا سابقا أو في مستوطنة الغلاف ولكن لا منعنا أن تكون في غزة منطقة خضراء لا يتعرض الاحتلال لسكان هذه المنطقة تحت رعاية دولية بشكل كامل تنشأ على منطقة المواصي ولكن الآن ليس غدا تنشأ في منطقة المواصي في غيره توفر كل مقومات الحياة والسكان من مأكل ومشرب أقل تخدير وليشتبك المقاتلين وجنود الاحتلال مع بعضهم البعض لا مانع من ذلك وهذه معركة نزال ومن يصمد أكثر من لديه جرى أكثر فهو الذي سينتصر لكن يدبح شعبنا الفلسطيني بهذه الطريقة نعتقد هذا أسوأ من الهولوكوست الذي تبتز إسرائيل به ألمانيا بالتالي لابد من أن يوضح حد هذه كما أشرت مدبحة مدبحة وتطهير عرق بشكل كامل الآن المجتمع الدولي الذي صند الاحتلال منذ اليوم الأول أمام مسؤولياته أمام مسؤولياته التاريخية هو من شاء بالاحتلال منذ أكثر من 75 عاما وقابلنا نحن فلسطينيا بأقل من قرار التقسيم قابلنا بدولة منزوعة السلاح ودولة معدلة بها لما يخدم مصالح الاحتلال الأمنية ولم نجد شريك إسرائيلي أوباما تحدث أمس أنهم أخطأوا هو الرئيس الأمريكي الأسبق أنهم أخطأوا عندما لم يحصموا الصراع الآن الأمور بتسير باتجاه أن يقتل شعب فلسطيني بدم بارد أمام مرأة ومسمع من كل العالم تستخدم بالنسبة حتى الاحتلال عفا الأمريكان اعترفوا أن الاحتلال استخدم ثاني أكبر قنبلة موجودة لدى الاحتلال الإسرائيلي في شارع الترانس في جباليا للضغط على السكان لهجرة هذا المكان لذلك أنا أعتقد أمامنا أولا إنشاء منطقة خضراء في غزة تكون في منطقة المواصف في أي مكان ولكن أن لا يتم تعرض لسكان هذا المكان وليس كما يتم في المستشفيات والمدارس الأمر الثاني إيجاد الآن مستشفيات عدة عائمة أو مستشفيات مدنية مؤقتة على ساحل قطاع غزة يتم نقل المرضى منه بشكل كبير وخاصة أنه لدينا عشرات الألاف من الجرحة جزء منهم إصاباته بالغة الأمر الثالث هم حرين بعد ذلك هو حر الاحتلال فليذهب يريد أن يهدم مساجد يهدم يهدم مستشفيات يهدم هو سيبنيها لاحقا رغم عنه سيبنيها هو والاتحاد الأوروبا الذي وقف بجنب هو لا يستطيع أن يقتل 2 مليون ونصف فلسطيني أمام مرأة ومسماع من العالم ولكنه الآن نحن نريد أن نجنب شعبنا هذا القتل نحن نعطيهم حلول نعطيهم حلول ليكفوا بما كنته عن قتل أولاء الأطفال والشيوخ والنساء ثم بعد ذلك يذهبوا إلى المستشفى يشتبكوا مع المقاومة هم أحرار في هذا الأمر نجنب الأبرياء هذه المعركة ونعطيهم حلول هذه الحلول واضحة لكن أطرح فكرة مرة أخرى التهجير إلى سينا والأخير هذه مرفوضة بشكل كامل وحتى البعض طرح أنه فليذهبوا إلى أوروبا هل أوروبا تقبل بأن تأخذ الشعب الفلسطيني باتجاهها لا لن تقبل بذلك وبالتالي الآن نعطي حلول منطقية لكن أن تبقى مكينة القتل هذه التي تستمر وحتى هدنة إنسانية لا نستطيع أن نحصل على هدنة إنسانية عدة ساعات أي مساعدات من الجنوب إلى الشمال وهذا يعني أن الشمال سيدخل مرحلة من الموت العام أمام مرأة ومسمع من كل العالم نعم كنت معنا من القاهرة دكتور أيمن الرقب القيادي بحركة فتح الفلسطينية شكرا جزيلا